اشتركوا في القناة ويجعل كلامنا خفيف عليهم اول عليهم هو حسام البدري والمنتخب القوم النهاردة كانت المباراة التانية في الولاية الجديدة لحسام البدري في تدريب منتخب مصر المباراة التانية الرسمية في تصفيات كأس الامم الافريقية وكنا بنلاعب دولة جزر القمر هي اسمها كده مش جزر الامر جزر القمر وقلنا بنلعب هناك في جزر القمر والمباراة مش عارف حالكم عرفتوا ولا لأ ولا تبعتوا ولا لأ ولا تفرجتوا ولا لأ المباراة انتهت صفر صفر تعادل سلبي في كل شيء وده التعادل السلبي التاني لا اللي فات كان ايجابي بس هو سلبي من حيث الاداء يعني احنا الاسبوع اللي فات اول مباراة على ارضنا في استاد برج العرب انتهت المباراة واحد واحد مع منتخب كينيا الضعيف منتخب كينيا الضعيف وعلى ارضنا في وسط جماهرنا وفي ملعبنا والمنتخب تعادل واحد واحد وهو اللي طلع كسبان من المطش يعني التعادل ده بتعمل مكسب لينا لانه اللي ضيع فرص وكان متسايد المباراة واللي كان بيلعب احسن منتخب كينيا فقولنا دي كابوة قلنا دي زلة قلنا دي سقطة قلنا دي النهاردة بقى لاستفاقة الاسد استفاقة البطل منتخب مصر حيعبر عن نفسه اللعيبة حتنطفد والجهاز الفني حيصحصح كده ويعرف اخطاءه فين ويعرف يدير المباراة بطريقة تليق باسم منتخب مصر لكن للأسف لا شيء لا شيء يا ولدي بنلاعب منتخب مع كامل الاحترام لدولة جزر القمر منتخب مغمور في كرة القدم منتخب ملوش تاريخ في كرة القدم منتخب لعبته اه فيهم شاية حريفة بس ولاد يعني بيلعبوا الكرة كده من اجل المتعة والموهبة والفرحة يعني لو كان لعب منتخب قوي بيلعب بتاكتك وبيضغط وبيشتغل على انه يعني يفرض اسلوبه ويفرض هبته واسمه تاريخه على المنتخب اللي قدامه كنا كسبنا النهاردة اربعة خمسة مركحين خصوصا ان عندهم منتخب جزر القمر ده عندهم حارس مرمى عامل زي المرتبة لو شط عليه قضة نوم هتخش لكن مفيش شطة تشاطت عليه كرة واحدة بس واحدة بس اللي تعملت طول المطش اللي جات في العرضة بس غير كده تخيلوا ان منتخب جزر القمر هو اللي مسيطر وهو اللي بيضيع فرص وهو في كل الالتحامات اي التحام وان تو وان هم اللي بياخدوا الكورة وهم اللي بيعدوا وهم اللي بيرقصونا تخيلوا لما منتخب جزر القمر يبقى هو اللي مرقص ومقطع دفاع منتخب مصر وعشان ما زودش كتير وقعد احلل لكم المباراة يكفي ان انا اقول لكم يكفي ان انا اقول لكم انه رجل المباراة ونجم المباراة من المنتخب المصري هو محمد الشناوي اتحرس المرمى عشان تعرفوا المطشي كان عامل ازاي وعشان تعرفوا احنا وصلنا لانهي مستوى مزري يخلي الواحد بجد مكسوف وانا هنا سؤالي اولا لللجنة الخماسية المشرفة على كرة القدم المؤقتة وسؤالي لحسام البدري وجهازه المعاون هو انتوا عارفين اجيري ماشي ليه عارفين اجيري ماشي ليه لو انتوا عارفين اجيري ماشي ليه ما تعملوش اللي بتعملوه دلوقتي ويبقى فيه ضبط وربط اكتر من كده ويبقى فيه شغل اكتر من كده ويبقى فيه اداء وحماس وتخطيط ونتيجة افضل من كده وبكتير ستن ربنا ستن ربنا المجموعة المفوض سهلة جدا انت معاك مجموعة فيها توجو وجزر القمر وكينيا يعني المفروض انت متأهل قبل ما تلعب متأهل قبل ما تلبس الشرط انت دلوقتي مسعب موقفك وتخيل انت دلوقتي جزر القمر هي اللي في المركز الاول جزر القمر في المركز الاول بعد مطشين متصدر المجموعة باربع نقط وبعدين احنا بنتين ومن قلطاف الله يا ربنا عمال يقول لك طب انت عاجز وتعبان ومكسح طب انا حساعدك عشان ما تبقاش فضحتك بجلاجل المطش التاني اللي في المجموعتنا خلص من شوية وكان ما بين كينيا وتوجو في كينيا وخلص بالتعادل واحد واحد فالحمد لله الفرقتين قصروا بعض نقطتين فبقى كينيا معها نقطتين زينا وتوجو معها نقطة واحد لكن اللي يشوف ترتيب المجموعة كده يلطم مع التعادلات منتخبات دول انت في المركز التاني وفرق الاهداف عن كينيا واللي متصدر المجموعة جزر القمر حاجة ايا يا كسكليا احنا كمان حتى التالت صح فرق الاهداف عن كينيا فحاجة حاجة تكسفه في ضيحة يعمل وانا قلت كنان دا الاسبوع اللي فات وقلت يا كابت الحساب يا بدري الموضوع مش بال مش بال مش بالنية الموضوع بتفكير بجد ولعيبة بجد يمكن اختيارها ولومتو لوم شديد سواء في المطشط بتاعت الاعداد قدام بوتسوانا والليسوتو والمنتخبات برضو اللي مجاتش دي وانا احنا المجسبنا واحد صفر حصلنا ان احنا عملنا انجاز ثم المباراة الاخيرة بتاع كينيا قلت له انت بتلعب بنفس اللعيبة هو حساب البدري اللي هو عزر واحد عندي واحد واحد بس برضو انا شايف انه عزر مش مقبول العزر الواحد ان فيه المنتخب الولمبي بيلعب في نفس الوقت فحساب البدري محروم من اهم اتنين لعيبة مهمين في المنتخب الولمبي وهما رمضان صبحي ومصطفى محمد اللي هما شكل هجومي محدش يقدر ينكروا فطبعا رمضان صبحي ومصطفى محمد لو موجودين مع المنتخب الاول اكيد هيبقى فيه اختلاف حتى على مستوى الفرديات والمهارات والفينيش والطرئيس والحاجات دي وطبعا غياب نجم الاول للمنتخب محمد صلاح للاصابة فحساب البدري عنده منتخب نقصه محمد صلاح ورمضان صبحي ومصطفى محمد متثقين والتلاتة تقايل وركايز ومهمين ونجوم بس كمان لازم التلاتة دول يعابوا مع منتخب له شكل له تاكتك انا حقولكو حاجة واحدة عشان اخلص كلام في الموضوع ده ان انا ارفان بجد ارفان من مش طالع من لسانة اقول ارفان من منتخب مصر منتخب مصر ده حاجة عالية بس ارفان من الاداء المزري اللي احنا عملنا النهاردة وبقيت مداي انا متفرج عن منتخب مصر بقيت مداي يعني مش عايز النهاردة والله قاعد كل شيء اقوم وبعدين الشؤيا كلني والحمية والانتماء وبترجع ابص اتقرف زيادة حاجة صعبة او اوي اعم في لقطة النهاردة تدلك على ان ده منتخب عشوائي والادارة الفنية اللي عليها انها تبذل جهد اضعاف 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 اللي بتعمله في بداية المباراة حارس مرمى كزر القمر جيه يشوت كرة فاول في التمنتاشر بتاعته جيه يشوتها اتكعبل اتكعبل ووقع وكرة تانعت قدامه فاهم اي مش رايتها تاني ده طبعا مخالفة وتحسب تفاول جوة التمنتاشر تفاول حسب فاول جوة التمنتاشر بتاع جزر القمر يعني هجمة خطيرة جدا فاول مش على حدود التمنتاشر جوة التمنتاشر حلو وضعت مش مهم المهم الاول ما تحسب الفاول ايه اللي حصل مش عارف بقى هتعرفوا الجمهة انتم من على اليوتيوب ولا بتاع اللقطة دي انا مش عارف اجيبها لكم عشان هو البث والارسال وكده سبع سبع لعيبة سبع لعيبة من منتخب مصر ووقفين حوالين الكورة عمالين يدردشوا لا سبها لنا لا انت اللي هتشوت طب حنلعبها كده طب هنعمل كده طب هنعمل كده ده ملوش غير معنى واحد عندي ان ما فيش جهاز فني قاعد برا درب في التدريبات لما تيجي كورة في التمنتاشر او على حدود التمنتاشر مين اللي هيشوتها ايه التاكتك اللي هيتعمل حتتبصها ولا حتترفع فنان الفناني هو رقم واحد في التزديد رقم اثنين في التزديد كزا مين اللي هيفوتها ويمررها ويا محدش قال حاجة فاللعيبة عملت كونسولتو حوالين الكورة تريزيجيه على طريق حمد على بحمود على أحمد حجازي على مش عارف مجدي أفش تمانية واقفين حوالين الكورة هتلعبها انت طبعا ده لا سبها لي والنبي بس انا هلعبها كده يا براوين يا وفاق ده بتقع الدورة الرمضانية بمرتبين اكتر من كده لو شات شباب من الكرداسة جايين يلعبوا دورة رمضانية حيبقوا مرتبين اكتر من كده وعارفين مين العشروط الفاول وبتاعه بيسيبوها له من اللحظة الاولى فما بقى لك منتخب بصر واقف والكورة جاهزة وسبعة تمانية عمين مدولة من اليشهوت ده معناها انه قد انتو قلته وانا مع الاستاذ حسن المستكاوي في المدخلة اللي دخلها معايا الاسبوع اللي فات لما كانت برضو المباراة المغزية بتاعت كينيا وانه الحساب فاخن المهمة بس انا بقول له دلوقتي بقى استاذ حسن المستكاوي مع اللجنة الخماسية الحساب اخن المهمة اه بس الجواب بيبان من عنوانه وعنوان الجواب ضايع عنوان وحش عنوان يدعو للتشاؤم فاه مش هقول ناخد قرار حاسم دلوقتي بس على الان لازم بيقى فيه وقفة واثنين وثلاثة عشان تعديل المصار تعديل المصار اللي احنا الطريقة اللي احا مشين بها دي حتضيع هبت منتخب مصر وحتلاقي طوب الارض بعد كده واخدنا رايح جاي وده لا يمكن ان نسمح بيه الامل كل الامل في شبابنا ومنتخبنا الوليمبي اللي عندهم مطش مطش العمر بكرة يعني اللي فات كله كوم كله حمادة تلاث مطشات اللي فات حمادة وبكرة مطش حمادة تاني خالص بكرة مباردت الدور قبل النهائي اللي فيها اكون او لا اكون لو ان شاء الله ربنا كتب لنا الفوز والنصر على منتخب جنوب افريقيا القوي جدا واحسن فرقة بتلعب كرة في المجموعتين بتلعب كرة جماعية يعني ما عندهمش نجوم على مستوى المهارات قوي بس احسن فرقة بتلعب كرة جماعية واحسن فرقة بتعرف تدافع وتأفل وما تخشش فيها جوان هي منتخب جنوب افريقيا عشان كده مباردت صعب جدا ان شاء الله ربنا يكتب لنا النصر في استاد القاهرة ويبقى فيه بكرة خمسين ستين سبعين الف نصره شباب رمضان صبحي ومصطفى محمد وعبد الرحمن مجدي ومحمد صبحي حارس المرمى ومجموعة ممتازة واكرم توفيق اللعيب اللي اظهروا يعني نجاحات ومواهب كبيرة جدا وان شاء الله بكرة نكسب ونصعد الى اولمبياد توكيو ونصعد للمباراة النهائية وبعد كده بقى يحلها حلال نكسب المطورة بنكسب طبعا نفسها نكسبها بس الاهم هو الحصول على تفكرة توكيو عشرين عشرين لان المنتقب ده يستاهل انه يكمل ويستاهل انه يتعرض في الفاترين على الحلوة بتاعة الاولمبياد طيب بسرعة عايز اروح